السلام عليكم وبركاته و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بداية كونسان طيبين بمناسبة شهر رمضان. والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبة للناس اللي بتشتغل في عملية تحليل اي بيانات. الموضوع ده اسمه موضوع التوزيع التكراري او ممكن تسميه باختصار لو انا عندي مسلا مجموعة من العملاء والعملاء دول بيجيبه اراد معين في فترة معينة. وعايز قسم العملاء دول بتوعي. يعني عايز اشوف الناس اللي جابت اراد من زيرو لغاية مسلا خمسين. من خمسين لمية من مية لمية وخمسين. واعايز اعرف عدد في كل من دول او عايز اعرف عدد في كل دول. ده اللي حنشوفه النهاردة بس حنشوفه باربع طرق. هنشوفه باستخدام ال Pivot Table هنشوفه باستخدام Function اسمها Frequency هنشوفه باستخدام التشارت العادي ونشوف ازاي ممكن يعمل القصة دي بشكل Automatic ونشوفه كمان باستخدام Power Query بعد ما تشوف الفيديو بالكامل لو سمحت انزل في التعليقات وقل لي أنه طريقة من دول انت متعرفهاش بالنسبة لك طريقة جديدة او ممكن كمان تقول لي أنه طريقة من دول انت بتشتغل بيها او شايفها بالنسبة للاربع طرق دول يلا بينا بسرعة نروح على اللابتوب ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان نتخيل ايه المقصود بموضوع التوزيع التكراري او Frequency Distribution ده اللي احنا عايزين نوصل له عندنا جدول زي ده عندي هنا 1000 customer وهنا عندي الريجن اللي متواجد فيها كل customer من دول وهنا عندي الاراد اللي حقق وال customer ده او اللي حققناه من خلال ال customer ده في فترة زمنية معينة طيب ايه موضوع بقا في Frequency Distribution ده عايز اشوف في الباكتس دي او البنز دي او الرنجات اللي قدامنا دي عايز اشوف ال count بتاع عدد العملاء يعني ايه الكلام ده يعني 1000 customer بتوعي دول عايز اعرف قد ايه منهم كان نجيب لي اراد من صفر لعشر تلاف طلعوا تلتمائة واربعة قد ايه جايب اراد من عشر تلاف لعشرين الف طلعوا الرمائة وخمسة وستين قد ايه جايبين اراد من عشر تلاتين الف وقدي اكتر من تلاتين الف فهذا التوزيع التكراري ده التوزيع بتاع الالف على البنز اللي موجودة قدامنا ده وده اللي هنحاول نعمله دوقتي مع بعض باستخدام ايه باستخدام ال Pivot Table اول حاجة هعملها هحاول الجدول اللي قدامنا ده الى Pivot Table فهروح على Insert ومن Insert على الشمال Pivot Table هختار From Table Range هيقول لي والله انا هعمل لك الكلام ده فين عايز New Worksheet هلجبوا لقى عايز Existing Worksheet وتعالى نختار مثلا المكان وليكن المكان ده وبعد كده هدوس على OK هيديني Place Holder زي ما هنك شايف كده ويديني Pivot Table Fields زي ما اتفقنا زمان ونحن نتكلم على Pivot Table قلنا يفضل ندي اسم Pivot Table فهنا مختار Place Holder على الشمال هنا ممكن ندي له اسم وليكن مسلا Frequency Distribution طبعا ده ال Fields اللي موجودة عندي او الكلومز الموجودة عندي اول واحد الـ customer ID والـ region والـ revenue طبيعي ان انا ممكن اخذ الـ revenue ده واروح احطه في الـ values فهتلاقي عندي total زي ما عليك شايف كده انا مش هعمل كده بدل الجامع ده حولها لي الـ account فهروح اختار من الـ field settings وحقول له لو سمحت غير الـ sum دي خليها count فهيديني 1000 فهو ده عدد الـ customers طب عايز بقى قسم الـ 1000 دي قسمها ازاي هقسمها برضو بالـ revenue ازاي هاخد الـ revenue وحطه في الـ rose زي ما انت شايف كده هيديني unique list هيديني قائمة بكل الـ revenues اللي موجودة عندنا اقل الـ revenue كان موجود 2456 واعلى revenue 33495 وطبعا كل واحد اصاده الكاون طبعا ده بالصدفة في اتنين جابوا بالضبط نفس الـ revenue اللي هو 2456 طبعا دي محد صدفة نفس الكلام هنا 3048 طبعا اكيد انا مش عايز ابوص على الـ revenue متقسم بكل التقسيمات دي فمحتاج اعمل grouping للـ labels دي فحقف هنا واعمل right click واني لو سمحت اعمل لي group وحابدأ اعمل grouping بالشكل انا عايزه عايز ابدأ منين ابدأ من zero ending فيين ending في الـ 40,000 وعايز الخطوات اللي في النص كل خطوة تبقى 10,000 فحدوس على اوكي فادي المنظر قدام حضرتك من zero الـ 999 عندي 304 من 10,000 لـ 19,000 465 وبعد كده 206 ومن 30 لـ 40,000 عندي 25 بس ادي 100,000 طبعا من اهم مزايا الـ pivot table ان مش بس ممكن اعمل التقسيمة دي كمان لو انا عندي فيلز تانية ممكن عايز ادخلها معايا في الـ analysis طالما جوه الـ pivot table الموضوع سهل جدا فممكن اجيب الـ region احطها في الـ column فكده زي وحاك شايف كده بقى عندي ايه كل region متقسمة بنفس التقسيمة عندي east هو واضح الـ region اللي اسمها east فيها اكتر ناس بـ 25 فوق ما بين 30 لـ 40,000 وعندي الـ region اللي هي الـ west فيها اقل ناس اللي هي عدد كبير ما بين من 10,000 ومن 10,000 لـ 20,000 موظم الزباين بتوع الـ west في المنطقة دي فده طبعا ممكن يدي لك فهم للـ data بتاعتك ويدي لك insights على data بتاعتك بشكل احسن في طريقة تانية ان انا اعمل نفس التقسيمة دي او حاجة مشابهة جدا لها عن طريق ان انا ارسم تشارت على طول او اعمل مخطط المخطط ده على طول يبين لي التقسيمة بالـ pins او بالرنجات زي ما حالك شايف كده بالظبط خلينجرب كده مع بعض وانا مختار الـ table هروح على طول على insert ومن insert هختار الجزء بتاع التشارت ده بس مش هختار اي تشارت من هنا هروح على السهم اللي في الجنب ده وهدوس عليه ده هيديني recommended charts طبعا هنا مديني اول option قدامي cluster column chart لو نزلت تحت شوية هتلاقي حاجة زي scattered chart لو نزلت تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها histogram ممكن اختاره هنا على طول او ممكن لو رحت على old charts ونزلت تحت شوية هتلاقي برضو الhistogram ده فممكن اختاره واقول اوكي هيرسم لك هو automatic added chart اهو ومتقسم فعلا buckets خليني برضو ااد ال data labels هنا هقول له ااد data labels فبيقول لك والله الرينج اللي موجود تحت او الباكت اللي موجود تحت خليني نشيل الخطوط ده ونشيل كمان chart title فده الرينجات اللي موجود تحت بدل 2456 لغاية 5056 وده العدد التكرار اللي موجود في الباكت ده وهكذا لحد الاخر طيب هل ممكن العب او اغير الباكت دي او ممكن لو اختارت الاكسز اللي تحت الهوريزونتل اكسز او المحور الافقي اللي موجود هنا هعمل right click وحقول له او سمحت format axis او هعمل formatting فحلاقي هنا قدامك بعض ال options هو هنا شغال automatic by default بس ممكن انا اختار البن width يعني اختار البعد بتاع الرينج او طول الرينج يكون قدية هو مختار هنا 2600 هنا اغيرها واخليها 10,000 عشان نبقى ماشيين زي pivot table وقادي المنظر برضو مبدأش من الصفر بدأ من 2456 وانتهى عند 42456 لو مش عاجبك الرينج بالشكل ده ممكن تروح على number of bins هو هنا عمل اربعة let's say مثلا اخليهم خمسة فكده هيغير شوية حيخليهم بدأ من 2056 لغاية 10,000 وبينتهى بحوالي 25700 لغاية 33495 طبعا التقسيمة دي يعني التحكم فيها بشكل كبير ما هيش حاجة سهلة عندي 2 options اما اختار automatic هو يتصرف اما اختار bin width العمق بتاع الباكت فممكن اخليه خمس تلاف او عشر تلاف او اي حاجة او اختار عدد البنز مختار كان بهنا 12 كتير قوي ممكن مثلا نخليهم 6 ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي لكن ان انا اختار اقوله من كذا لكذا ومن كذا لكذا انا بصراحة ملقتهاش موجودة من ضمن ال option وانا بعمل التشارت بالشكل ده لكن ستيل ممكن اعمل حاجة سريعة عن طريق التشارت من غير ما اعمل Pivot Table وهيديني حاجة برضو مقبولة بشكل او باخر الطريقة الرابعة لطريقة التوزيع التكراري او Frequency Distribution اني اشتغل بمعادلات او اشتغل بFormulas هل فيه فورملا هممكن تساعدني اه فيه فورملا اسمها Frequency ضريفة جدا طبعا لو انت شغال Office 365 فهي بتعمل سبيل بشكل اوتوماتيك لو انت شغال على version تانية ممكن تحتاج تعملها عن طريق Ctrl Shift Enter وحواريك الطريقتين دلوقتي حالا لكن مبدئيا اول حاجة محتاج احدد البنز الرنجات اشوف ما عايز من كام لكم ومن كام لكم فتعال حنا نعمل الرنجات هنا بسرعة الاول نكتبهم طبعا انا عارف ان الارقام الموجودة عندي ما بين يعني صفر لحد اربعين الف فهي اختار الرنجات برضو 10,000 20,000 30,000 40,000 يعني ايه 10,000 10,000 دا الحد الاقصى 20,000 الحد الاقصى 30,000 الحد الاقصى 40,000 حد الاقصى هقف هنا وحبدا اكتب equals وبعد كده اكتب Frequency FRE او الاختيار Frequency سوف اختاره. طبعا اول ما اقف فوق كده هلاقي السهم الاسود عشان ده تابل فحعلم عليه واختاره. وبعد كده كما عايز مني البنز ارائي. البنز ارائي اللي هي دي. دي الرنجات بتاعتي. وبعد كده هقفر القوس ودوس انتر. هتلاقي على طول اوتوماتيك السيملي. عندك من اول زير وعشرة ثلاثة واربعة بالزبط زي اللي جاءت في تابل. وبعد كده اقل من عشرين الف ربعمائة وخمسة وستين اقل من تلاتين الف متين وستة. اقل من اربعين الف ربعمائة وخمسة وعشرين اكترين من 40 الف بزيرو. ممكن جدا لو انت مش عايز بقى يظهر لك الزيرو الزيادة اللي هنا ده ممكن هنا تعمل بس ايه اكبر من 30 الف مسلا تعمل هكده. وحتلاقي اختفى الزيرو اللي في الاخر طبعا ممكن انت تظبط الالايمنت عشان يبقى الشكل معقول. هنا ممكن دي تسميها البنز. وده هتسميه الكونت ويتعمل فورماتنج سريع جدا وقادي الالف لاين بتوعك ويتم تقسيمهم بشكل هكذا طبعا لو انت ما عندكش Office 365 مفيش مشكلة هتعمل نفس الفورملا دي بالزبط لكن بشكل مختلف شوية هتعمل ايه خليني اخد كوبي من احنا عاملينه فوق ده وبعد كده اعمل delete لأول سل علشان نشيل المكتوب هعمل ايه هختار ال range كله زي ما انت عامل كده زي ما انا مختار كده اول واحدة active هكتب المعادلة في اول سل وبعد كده control shift enter هتلاقي زي ما انت شايف كده برا المعادلة بقى فيه القوسين المعقوفين دول او اللي بيسموه وحتلاقي زي ما حاك شايف كده كتبت كل اه مشيت على كل السطور وعملت نفس اتعمل بالزبط مفيش مشكلة طبعا انا عندي Office 365 فاحسان لي تفضل ايه سبيلد اري فهعمل اندوه مرتين عشان افضل على نفس الوضع السابق طب دلوقتي هتقول لي طب انا كده كويس لكن انا محتاج برضو اقسم بالريجن فممكن اعمل كده ازاي هقول لك مفيش مشكلة خليني اخد control x وحط ده في الاخر as grand total وبعد كده هاخد الريجنز اللي موجودة فوق هنا هاخد لها هاخد اخد اقابي من فوق من البيوت تيبل واعمل alt hvv عشان اعمل paste value ونجرب الكلام ده ازاي ممكن نعمل الكلام ده زي ما حالك شايفو كده بالظبط لكن نعمله متقسم بالريجن عشان اعمل كده ممكن استخدم function زي filter يعني مع قبل frequency استخدم filter هكتب equal وبعد اقول له filter عايزة filter in an array عايزة filter ال array اللي فيها revenue عايزة filter the list اللي فيها كل revenues فنفس الكلام هاختار ال array اسمها revenue بعد اما اختار ال array هعمل كاما الطلب التاني هيكون فيه condition او هيكون فيه الشرط اللي بيعمل بها مثل filteration طيب الشرط ده هيبقى ماشي ازاي هقول له والله عايزة تبصري على column region وتجيب لي ما يساوي ما يساوي اسم الريجن الموجود فوق يعني الحتة دي هتلي listها بكل ال revenues اللي موجودة في الاست region هدوس enter هتلاقي جابلي اهو فعلا عمل spell لكل حاجة موجودة في الريجن بتاعة الاست طيب بعد كده اعمل ايه طبعا ده مش الجابة النهائية انا محتاج بره filter دي برضو استخدم frequency و ال array بعد كده ادت ال array هتبقى دلت filter بكل ال input اللي جاي منها وبعدين كاما نفس الكلام هاختار ال range بتاع ال pins ممكن ادوس F4 عشان لما اعمل copy تمشي معايا بشكل مظبوط و ادوس enter و ادي التقسيمة ممكن بعد كده اخد copy الاول معادلة واختار ادي التلاتة ريجن الثانين control V فازي محرك شايف عمل لي بالزبط نفس اللي موجود في الجدول الفوق لو رجعت رقم رقم هتلاقي الدنيا ماشية مظبوط بالزبط يبقى احنا كده اشوفنا تلت طرق ممكن اعمل frequency distribution ياما باستخدام pivot table ياما باستخدام chart وقلنا ده ممكن يكون في بعض القصور ياما بالطريقة التالتة ممكن اعملها عن طريق زي محرك شايف كده frequency function ولو عايز اقسمها بcateries ممكن استخدم معاها function تانية زي مثلا ايه filter موسيقى الطريقة الرائعة والاخيرة ان اعمل الكلام باستخدام power query وانا مختار الجدول هروح على طول على data ومن data حلاقي الايكون طبعا على الشمال from table range هاختاره عشان يفتح لي power query editor ده الtable بتاعنا اسم ال query جاي من اسم ال table ممكن اغير فيه شوية خليها customer binz مثلا عشان الجدول بعد كده يبقى له اسم مميز فيه خطوتين لما جاب ال table وبعد كده عمل change type بشكل automatic وانا اعتقد change type اللي عمله مش بطال الفكرة الاساسية ان انا محتاج اقسم ال revenue ده محتاج كل line من دول يقول لي هو في انهو بكت بالزبط يعني ال 15426 دي عايزوا يقول لي ان دي ما بين ال 15000 مثلا والعشرين الف او ما بين ال 10000 والعشرين الف ال 7000 دي يقول لي ما بين ال 10000 وهكذا طب اعمل كده ازاي فيه طريقة بسيطة جدا هروح على add column من add column على الشمال فيه حاجة اسمها column from example تعال كده نختار ال revenue ده ال column اللي اسمه revenue وبعد كده نرجع نروس على السهم تحت column from example ونختار from selection كده كاني بقول له انا عايزة اكتملق column الجديد ده بولان على ال data اللي موجودة هنا بالطريقة اللي انا هشرحها لك دلوقتي فانا هديره مثال على اول line وبعد كده نشوف حيقدر يفهم بقيت ال process ولا لا عامل كده على فكرة الطريقة دي شبه شوية ايه شبه الفلاشفيل اللي موجودة في ال excel طب تعال نجرب كده هقول له ال 15000 و 26000 دي انا عايزة تكون ما بين ال 10000 ايه دي 10000 وما بين ال 20000 ايه دي هنا ايه 20000 و تعال نجرب نعمل tab كده شوف ايه اللي هيحصل طب اللي بعديها 27000 ما بين ال 20 وال 30 اللي بعديها 7000 ما بين ال 10000 اللي بعديها 2900 ما بين ال 0 و 10000 وهكذا يبقى هو كده فهم انا عايز ايه بالزبط وعمل لي التأسيمة بالشكل اللي انا عايزه لو قلت اوكي هيعمل لي كولوم جديد وهو اللي واحده اداله اسم كويس قوي سماه range وعمله ABC يعني ده column text وقسم لي التأسيمة اللي انا عايزها الخطوة الجاية بس هعمل ايه هعمل grouping وانا مختار الكولوم اللي اسمه range right click وهقول له group by طبعا استخدمناها في فيديوهات قبل كده كتير هختار range هقول له عايز تعملي count وتعملي count للروز فهو فهم كل حاجة لوحده هادوس على اوكي ادي الرنجات بتاعتي خد بالك بس هي مش مترتبة هنشوف حل الترتيب ده لكن في النهاية يعني محتاجة حط zero من 10,000 دي في الاول وبعد كما 10,000 ل 20,000 ل 20,000 ل 30,000 ل 40,000 لكن على الاقل قدرت اجيب الترتيب او قدرت اجيب الرنجات بشكل مزبوط والcount بتاعها بشكل مزبوط دلوقتي ممكن تقولي طبعا انا عايز الكاتيجريز هقول لك مفيش مشكلة طبعا نعمل edit لموضوع group troda هنعمل له edit وبدلا ما انا مختار basic هختار advanced وهقول له add grouping الجروبينج الجاي هيكون عن طريق الريجن وبعد كده هدوس على اوكي فزي ما انت شايف بقى عندي كمان الريجن موجودة يعني عندي الرنجات وعندي الريجنز طب انا عايز الريجنز بالعرض مش عايزة تكون تحت بعض كده برضو مفيش مشكلة هختار column الريجن هروح على transform من transform هختار حاجة اسمها pivot column هيسألك سؤال واحد بس فين الفاليو الفاليو موجودة في الكاونت فهختار والله يقول له الفاليو بتاعتي موجودة في الكاونت وادوس على اوكي ادي الترتيب بتاع حضرتك من zero لعشر تلاف من عشر تلاف لعشر تلاف لعشرين الف من عشرين لتلاتين ومن تلاتين لاربعين الدنيا مزبوطة وادي الرنجات طبعا الترتيب يمكن يكون مش بالزبط زي ما انا كنت عامله هناك ممكن ناخده من الexcel sheet اهو مفيش مشكلة بدقين اول حاجة باليست وبعد كده النورث وبعد كده الساوس فممكن نعمل كده نزبط هنا مع بعض ادي الاست وبعد كده النورث وبعد كده الساوس واخر حاجة الوست فكده الترتيب زي ما كان موجود هناك بالزبط لو حصل عندي مشكلة في عملية الترتيب بتاع البنز ده ليها طريقة اوليها حل بسيط جدا ان انا بدل ما هو اي بي سي احاول اعمل كولوم تاني يكون فيه ارقام بس طب اعمل كده ازاي لو اخترت الكلوم ده وقالت له لو سمحت اد كولوم وعملت حاجة زي اولي لو سمحت اعمل اكستراكت وقال له اكستراكت اا تاكست بفور ديلمتر مثلا تاكست بفور ديلمتر الديلمتر اللي هو الداش فهيجبلي كولوم جديد فيه زيرو وبعدين الف والفين وتلات تلاف ممكن دلوقتي احولهم الى نومبرز اقول له لو سمحت ده هول نومبر مسلا وبعد كده اقول له لو سمحت اعمل لي ايه سورت اسندينج فكده طبعا هو كان مترتب مظبوط لكن لو حصل الترتيب لاي سبب ما كانتش مظبوط انت كده قدرت تعمل عملية الترتيب ممتازة وبعد كده الكولوم ده ملوش لازمة عندك ممكن اقول له ريموف زودت كام خطوة صحيح لكن في الاخر ضمنت ان الترتيب يكون دايما مظبوط انا كده خلصت هوم كلوز ان لود كلوز ان لود تو وتعا نحطه في تابل هاختار اكزيستنج ووركشيت وهاختار مثلا المكان ده واقول له اوكي وهيعمل لود للكام لاين اللي احنا قردي عملناهم وزي ما حراك شايف كده بالزبط جاب نفس النتيجة اللي كانت موجودة قبل كده ممكن بس نزبط الايه الكلوم ويت عشان نبقى شايفين ادي نفس النتائج بالزبط اللي كانت موجودة قبل كده ولو حبيت حراك تعمل بعد كده ممكن هنا عشان يعمل لك تواتل وسامي ده بعد كده مثلا توتل فكده عندك حراك بالزبط نفس اللي احنا عملناه عن طريق او عن طريق الفورمولا ممكن برضو نعمله زي ما حراك شايف كده بالزبط عن طريق الباور كويري بكده نكون وصلنا لهذه الفيديو وزي ما اتفقنا اكتب لي في التعليقات انا وطريقة من دول انت شايفها طريقة عملها اكتر وانا وطريقة من دول كانت بالنسبة لك طريقة جديدة وشفتها النهاردة لأول مرة لو عاديك الفيديو لو سمحت اشترك واعمل لايك ويسيب لي تعليق واعمل شير عشان غيرك كمان يستفيد وشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته